سوف نشرح التقارير من برنامج جيم سي ار ام في البداية سوف ندخل على التقارير من القائمة عندي اول حاجة التقارير المالية حضور التدريبات رصيد التدريبات سوف نشرح اول حاجة التقارير المالية يبدأ يقول لي انت عايز بحس بيوم او بشهر او بسنة يعني دعونا نختار شهر مثلا ثلاثة سنة عشرين وواحد وعشرين ويقول لي اختار بقى انت محتاج اشتراكات اللي اتحصلت عن الميمبرشيبس يعني المبيعات السيلز بشكل عام بقى للايتمز للسبليمنتس للشاي للقهوة للعصير للاي حاجة انت بتبيعها المدفوعات والمصاريف لو عايز تحسبها اللي هي فواتيرك وكل حاجة انت تصرفتها في المكان وسجلتها اشتراكات التدريب الخاص بالحسس اللي هي اشتراكات البيتي الكروسفات الزومبا الكاراتي في ايها كان لو عندك بيتي ويسجلوا وابدأ اعرضي التقرير لم يخدش وقت اقلع لي اجمالي بابلغ المحصلة كذا اجمالي اللي انت دفعت اللي هي الفواتير ومصاريف والصافي وعدد البيانات دول كام وقدر اطلعهم في صورة ورد او اكسل لن اضع على الورد يقول لي احفظه فين اقوله تمام يبدأ يطلع لي ملاف وورد كما زهر قدامنا في فوق تقرير برنامج جيم سي ار ام تقرير عن شهر 3 لسنة عشرين واحد وعشرين اجمالي المصروف الصافي يبدأ كمان بقى يديني انواع المعاملة نفسها واسمه وبيان الشخص المبلغ كان كام والتاريخ ومين كان يستخدم البرنامج مثل التقرير مثل التقرير اللي ظاهر قدام حضراتكم نفس الكلام لو عايز استخرج ملف اكسل هدوس على صورة الاكسل واقوله يحفظه التقرير ده فين يبدأ يطلع لي التقرير ده في شكل اكسل اقدر ميزة الاكسل استخدم الفلتر محتاج يوم معين محتاج اعرف يوزر معين على السيستم احتاج اعطاء اه وصورات ميزة الاكسل كل ده نقدر اطلعه ان شاء الله من اللاكسل التحاجة الثانية بالنسبة لنا حضور التدريبات حضور التدريبات ده اقدر بنفس الطريقة القديمة اطلع منها الاتندنس بتاع الناس في التدريبات الخاصة بمعنى ان انا احبحت بالوقت بحس برقم عضوية باسم موظف باسم التدريب خلال مدة معينة باسم المدرب كمان خلال مدة معينة يعني مثلا احنا نقول المدرب باسم احمد جلال بيقول لي انهم اي غب مش متسجلوا الا بادي بيلدن فقولوا اننا عايز بحث بالسنة ونقول له عشرين واحد وعشرين ونقول له بحث احمد جلال في السنة كلها ما عملش على تو سيشنز قدامنا هم وقال لي عدد البيانات والداني لتو سيشنز وكان المين المتدرب ودخل يوم ايه وكان بقيل وكام سيشن وقدر برضو اطلعهم وورد الحاجة الثالثة بالنسبة لنا رصيد التدريبات رصيد التدريبات دي خليني اشرح حضرتك ايه فكرتها ده زي ما يكون عند حضرتك بنك او اكاونت بنك اللي هو المنشأة تحت حسابات المدربين عندك ليها ليهم حسابات عندك الحساب بتاع ودأك انه حساب جالي كل تدريب حد يشترك مع المدرب ده هيحسب له النسبة بتاعته اللي حضرتك مفعالة اذا كانت خمسين في المية ستين في المية سبعين في المية بس هيحط له النسبة بتاعته على حاجة اسمها هولد او على رصيد مجمد ليه عشان المتدرب يخلص تدريباته فمن المتدرب يخلص تدريباته حضرتكم تقدروا او الفلوس لوحدها تتحول من الهولد لانه رصيد متاح يتصرف للمدربين دول وبكده حضرتك ده منطق ان انت مش هتصرف فلوس مرتين بمعنى ان انت ممكن المتدرب يجي يرجع فلوسه ما يكملش التندرينات يقولك انا لا خلاص مش هشترك وتكون دفعت للمدرب النسبة او الشير بتاعه اشتركوا في القناة